ومعنا في الستوديو الدكتور عبد الرحمن الحرمى إعلامي ورئيس لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة في موريتانيا أهلا وسهلا أهلا بي طيب الإعلام الجديد اليوم في موريتانيا أصبح واقعا انضافت إشكالاته لإشكالات أخرى هل زاد هذا الوافد والطينة بلة في الإعلام الموريتاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصد الله وسلم على نبيه الكريم شكرا على الاستضافة أعتقد أني لم أعد رئيسا للجنة أخلاقيات المهنة أنا لأقل إعلامي ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة نعم نعم لا شك أن هذا الوافد الجديد وهو هذه التقنيات الجديدة أنها أحدثت ثورة في مجال الاتصال وهذه الثورة في الحقيقة أنها هي ثالث ثورة بعد اكتشاف الحرف والمطبعة هذه الثورة الثالثة في مجال الإعلام وهذه الثورة هي ثورة غير مسبوقة العالم الآخر ربما تلقاها على دفعات واستطاع أن يتكيف معها نحن مع كامل الأسب في بلادنا أننا تلقيناها دفعة واحدة ولهذا لم نحسن استعمالها كما ينبغي ولهذا اليوم عن طريق المحاضرة التي قدمتوا حقيقة أن العرض الذي قدم الأستاذ المحاضر محمد الباب والأجفاغة أنه كان عرضا حقيقة أنه أحاط بجميع جوانب الموضوع وقدم انطلاقا من تجربة عاشها من تجربته الشخصية قدم نماذج حقيقة حية وقدم وصفا للواقع الإعلام الموريثاني الذي تحدث عنه في توظيف الآفاق توظيف الآفاق الإعلام الجديد أو التركيز ضرورة التركيز على شرح سياقات الخبر نقل الأخبار بأمانة وبدقة طيب دكتور انطلاقا أيضا من تجربتكم أنتم وما عايشتموا إلى أي حد هذا الوافد الجديد اليوم في موريتانيا حمل معه إشكالات جديدة انضافت إلى الإشكالات القديمة التي ما تزال عائق وماثلة أيضا طبعا لأن هذا الوافد الجديد أحدثا فلاتا في المجال لأن الآن مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد باستطاعة أي أحد أن يسيطر عليها فهو مجال مفتوح القنوات التلفزيونية أنتم الآن تبثون بث حر في السابق كان يجب ربما أن تمروا عن طريق الأقمار الصناعية هناك جملة من الإجراءات التي كانت يتوجب عليكم هذا الإرسال الآن الذي نتحدث عنه بصفة مباشرة لم يكن بالإمكان أن نتحدث هكذا منذ ثلاث سنوات أو أربع سنوات والأستاذ المحاضر قدم نماذج عن هذا الوافد الجديد وهذه التحديات التي أصبح يطرح على الإعلاميين في العالم أجمع وفي بلادنا خاصة طيب ما تصوركم لعلاج الضعف المهني لدى الصحفيين اليوم في موريتاني؟ العلاج هو لا بد من التكوين التكوين أساسي ولا بد من أن تكون هناك أخلاقيات أخلاقيات المهنة لا يمكن أبدا أن نتحدث عن إصلاح في مجال الصحافة سواء كانت إلكترونية سواء كانت سمعيات بصرية دون أن يكون هناك ميثاق شرف صحفي يخضع له الجميع وهذا أمر ضروري في العالم كله والعالم كله وهذا ما طالب به خلال النبو أيضا طيب انطلاقا من تجرباتكم في لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة ما أبرز الاختلالات التي يرتكبها الصحفيون في موريتانيا؟ يرتكبون جميع الاختلالات المنافية لأخلاقيات يرتكبونها لكن يرتكبونها ربما عن حسنية ربما ليس عن سوء نية وإنما من جاهل الشيء عاداه من جاهل الشيء عاداه لا يعرف يقول مثلا الاعتذار لا أحد تجد أنه يعتذر لأنه ارتكب سلوكا يرى من نفسه أن ضرورة أن يعتذر حق الرد تطالب حق الرد لا يرد يعتبر على أن هذا الصحف الآن في القنوات التلفزيونية أو في بعض المواقع يعتبر نفسه أنه سلطة فوق الجميع يصب الناس يتناول أعراضهم يتناول حياتهم الخاصة وهذا مخالف للأخلاقيات ومخالف حتى للآداب ومخالف للتربية إذن كيف الإنسان أن يسمح لنفسه أن يتعرض لحياة الناس الخاصة هذا يعني لا لا ليس هناك تفكير في عواقب الأمور التي قد يرتكبها البعض يرتكبونها ربما عن جاء طيب وما الحل ما دمت الرقابة الذاتية والقوانين ليست رادعة في هذا الإطار لا بد من القانون القانون لا بد من تفعيل القانون يجب أن يفعل القانون ويجب أن تكون هناك دورات تدريبية في مجال توعية بضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية ولا بد أن يكون هناك على مستواكم قنوات يجب هذه القنوات أن تنظم دورات لتنبيه الصحفيين إلى ضرورات العمل الصحفي ما هي لأن الآن اليوم الصحفي اختلف منظور الصحفي من هو الصحفي في إطار هذه الثورة الإعلامية الجديدة اختلف مفهوم الصحفي الآن المدون هو صحفي إذن لا بد أن نتحدث أصبح يتحدث عن الصحفي المواطن المواطن نعم صحافة المواطن الدكتور عبد الرحمن والحرمة إعلامي ورئيس سابق للجنة أخلاقيات مهنة الصحافة في موريتانيا شكرا جزيلا شكرا جزيلا